لو الانترنت تقطع عن العالم forever انا موت نفسي حسن هتموت نفسك؟ لو الانترنت تقطع؟ ليه يعني؟ انا التليفوني بيتسهب بكون ايزا موت نفسي هاي مجدي هاي ازايك؟ بورك ايه؟ تمام انت عندك كم سنة مجد؟ 15 مجدي انت بتحب نفسك؟ اه استقال فاضي عادي بتحب نفسك ازاي بقى؟ انا بتحب نفسي ايوة ليه؟ عشان اللي ما بيحبش نفسه ما يكونش عنده سيكة في نفسه اصلا بص عشان نبقى متفقين مش عايزة اجابات دبلوماسية انا عايزة الحقيقة انا والله دي الحقيقة ايه اكتر حاجة مميزة فيك يا مجدي؟ اه اجتماعي بقى بقى سهل ان انا اعرف الناس اه اعرف ناس كده كده هاي حاجة حلو قوي على فكرة ايه اكتر حاجة بتكرهها في نفسك؟ بعمل حاجة من غير ما فكر ايه عواقبها نفسك تيدخل جامعة ايه؟ يا ما فكرتش في الجامعة بس فكرت في الميجر ايه طيب الميجر؟ طيران بس لو ما فاش طيران هندسة قولي ايه اكتر حاجة مهمة في حياتك؟ حاجة معينة او اي حاجة؟ اي حاجة اكتر حاجة بتحسها دي مهمة في حياتي ما قدرش استجنة عنها خالتي ايه اكتر حاجة في شخصيتك؟ شخصيتي؟ مهم انا نمت ايه شخصيتك هكتو حاجة فيها؟ أه السنة دي انا كنت اقيلها لحد اه ايه اكتر حاجة بتخليك فخور بنفسك او سعيد بنفسك جدا اكتر حاجة بتبسيتني لما مسع ارض احلي مين بتكومينيكات معاه في البيت اكتر بابا ولا ماما ماما ليه يعني ممكن اوصل الكلام لماما بعدين اتوصله بابا براكن مرحش اقوله بابا داير طيب مين مسلك الاعلى والدي وجدي ان شاء الله ايه اكتر جملة سمعتها في حياتك اثرت فيك لو فضلت ماشي كده صحابك يبعدوا عنك اوكي هي واضح يعني كده ان كده دي مش حاجة حلوة هي بالنسبة لصحابي عادية بالنسبة الاهلي مش عادية انت حقيقي في الصورة اللي انت مصدرها لصحابك واهلك ولا بتفيك حاجة معينة حقيقي بتجدب كم مرة في اليوم نعم مش من الصفات اللي باستخدمها اصلا باستخدمها لو هيحصل مصيبة كبيرة صدق وراتك ولا كدبة تنجيك كدبة تنجيني بتعرف تاخد حقك اه ازاي على حسب ايه الحاجة اللي اتعملت في ايه عشان ااخد حق ايه منها اول حاجة بتفكر فيها ايه لما يبقى عندك حق عند حد وعايز تاخدوه اول حاجة بتيجي على بالك اللي بيجي بالي اه انها كده هيخد الحاجة اللي اتاخدت مني باي طريقة اه عمف ضرب مسايسة مصالحة مهم انك هتاخد حقك ايه اكتر حاجة غلط عملتها في حياتك سرقة العلمية من الرئيلي هم عارفين عارفوا يعني عشان اتقلبت بيها عشان اتقلبت بيها عملوا فيك ايه منزلتش لشهر وتليفوني تسحب والعقاب ده بالنسبة لك كان تمام اه كان على قدل الموضوع صح اه تبولي كده انت لما تجبر وتتجوز وتخلف لما ابنك يعمل حاجة غلط هتعاكب ازاي نفس العقابات اللي احنا بنتعاكبها عشان مشايف ان احنا هنتقدم اكتر من كده لأ هو احنا هنتقدم اكتر من كده بس احنا كل يوم بنتقدم ماشي بس ايه عقاب يعني هعمل له ايه اكتر من انا منزلوش او من انا نسح بتليفوني يعني العقاب ده خليك قررت الغلط ولا ما قررتوش تاني يعني ايه بصراحة يا مجدي خدت العربية منهم منهم بس جريت لكن كانوا عارفين انت خدت العربية اه لكن اتقلبت المرة الاولانية وجريت تاني بالعربية اه لما بدي غلط بيعتذر اه حد بيقولك اعتذر ولا انت من نفسك بتروح تعتذر لا انا من نفسي بتستمد افكارك اللي انت عليها دلوقتي اللي انت ماشي بيها دلوقتي دي من مين من اصحابك ولا من اهلك مش كله من صحابي يعني اهلي بمعظمهم لو حصلت مشكلة تخصك او تخص صحابك او تخصوك انتو كلكم مع بعض تحل المشكلة مع صحابك لوحدك ولا تلجأ لبابا او الماما يساعدوك في حل المشكلة حل انا المشكلة مع صحابي ليه حلها انا خلاص هننجز احنا صح لا عادي والله لا اصلا انا بسأل عمشين يعني صحابك هم زيك نفس سنك نفس الاسم لكن اهلك اجبر منك لا اصلا انا كنوع انا فعلا لو اصحابي انا ما معايا مشكلة معهم هنخلصها بكلمتين مش هتوصل لدراج لا انا 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 اتكلم برضو على المشاكل اللي هي الهايفة اللي هي ديلي لا انا اتكلم مشكلة 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 محتاجة تدخل بجد تحلها مع صحابك ومتقولش لأهلك ولا تلجأ لأهلك محتاجة تدخل لحد كبير أهلي لو كبيرة قوي اوكي عموما بقى يا مكدي انت بتسمع لبابا وماما ولا لا هل عشي سب الكلام على هواية ولا طب ما اكيد مشكلة هيبقى على هوايك هما مشكلة على هواية فهم بتسمعوش اللي مش على هواية يعني اللي مش مريحة بس عندك شخصية في البيت اه كلامك بيتسمع يعني مشكلة لو خدوا رأيك في حاجة يعملوا اللي انت بتقولوا اه اذا هما ما ديناك ثقة اه يبقى انت كمان لازم تديهم ثقة اه يبقى انت كمان لازم تديهم ثقة ما بدلهم ثقة اه في مشاكلك وفي حياتك في كل حاجة هم بدلهم وبيكون فيه ثقة كبيرة ما بيننا بس فيه كلام هما بيقولوه هما مش هما مش شايفين النظرة اللي انا بصيصها للمشكلة دي انت شايف ان هما مش شايفين النظرة دي بس الاكيد لازم تبقى متأكد منه ان هما هيبقوا شايفين الصح ليك اكتر منك مش عشان هما اهلك عشان هما عندهم اعلى منك فهم قصدي طيب لو جبتلك وراء ولم وقلتلك ارسم نفسك ترسم ايه ارسم انا هم وحوري صحاب انت اجتماعي ها هم طيب ولو قلتلك ارسم نفسك وشيل منها حاجة مدايقاك تشيل ايه لا مش حاجة طيب كويس يعني مفيش حاجة مدايقاك فيك الحمد والله طيب دي حاجة كويسة طيب اتصدامت مرة في حدا من صحابك عملت ايه bs يشوف اي الشي لنا دي Bring me法 منه اعداها هنا لغالي تغ tarmi اكي هتعمل كل الغ…. مش اوهشه ام يعني ايه حاجة كحفلات انا لم افاجعش توحفلات حاجات بقى زي دي مثلا فهتروح انت هتعمل حفلة في البيت بقى صرح شكلك كده تغيب من المدرسة وتعبوا تجيب صحبك وتعبوا حفلة في البيت هي الفلوس تخلي البنات تحبك لا تحب واحدة غنية ولا جميلة جميلة يا مش هستسعف علي كده كده اوكي أليجنت ولا فالجر أليجنت لو شفت بنت بتتعاكد في الشارع تعمل ايه؟ هواقف اللي بيحصل وما مش هتخش تدي حد قلمين كده عشان البنت يعني ولا ايه؟ لا ما عادخل ما اللي بيحصل بعدها بعمل مش لازم يتقال لا 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 قول انا هنا هنقول كل حيك هضرب وعد لما تيجي ترتبط بحد بتقامن باللونج ريليشنشيب ولا لا لونج اوه يعني ما عايز اعرف بس انت بتفكر فيها يعني الوقت مش بفكر في موضوع قوي عشان كده كده في سنين الوقت مفيش حد بيصاحب ويبدل مكمل موسيقى 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 عربية جديدة ولا فيلا فيستاحل عربية جديدة حفلة ولا انتخة؟ حفلة شعبي شهرة ولا فلوس كافية ولا تتمشى؟ كافية اكل البيت ولا اكل برا؟ بيت تخرج مع الناس كتير وشلة كبيرة ولا اثنين تلاتة بس؟ كتيرة لو عندك سوبر باور تحب تكون ايه؟ مختفي بتقعد قدقية على السوشيال ميديا؟ طول اليوم عشر ساعة؟ ايوه؟ لا مش للدراجة يعني مثلا في مراسة لا ومع صحابي لا بيبقى اليوم اللي هو عاده في البيت اه يومك في الاجازة بتسحى تعمل ايه؟ اعطى التلفون وبعدين؟ انزل ايوه؟ ارجح اعطى التلفون اعطى التلفون انام لو الانترنت تقطع عن العالم فور افر انا موت نفسي حسن هتموت نفسك؟ لو الانترنت تقطع؟ ليه يعني؟ انا التلفوني بيتسهب بكون ايزا موت نفسي ينهى ربيض للدرجات دي؟ عادتك على تلفون instinct عاده واضعا� filme وانترنت اواتك وخروج اصحابك تقدر تقولي في الخمستاشر سنة اللي انت عيشتهم استفادت ايه؟ استعد بيلي فيديوهات بتقولي حاجات مفيدة قللي حاجة واحدة بس مفيدة بتيني فيديوهات تقولي حاجات مفيدة حاجة واحدة منهم حاجة واحدة من حاجات المفيدة اسألين اي حاجة ثانية ومن مخترع الموبايل؟ مين نخترع الموبايل؟ مين نخترع الموبايل؟ الشيoly الغريبًا هو هذا أنا رب! هذه صفحتنا! لايينك! من الأخص الأخذ عن تـتيف؟ لا تستطيع اعيش من غير تـتيف! يا مني ده مش تلفزيون ده تلفزيون مش تلفزيون امال ده ايه التلفزيون قناة التلفزيون قناة التلفزيون متعكتنا اوه لا اعني رايتي سمرت مفيش 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 طب مين اللي اخترع التكيف ما تقدرش عيش من غير تكيف اوه ما فكرتش مرة واحدة فحياتك تعمل سرشتوك من اللي اخترع التكيف لا طب دلوقتي معك ريموت كنترول ماشي فيه ثلاث زراير ماشي زرار بيطلعك خمس سنين وزرار بينزلك خمس سنين وزرار بيخليك فريز دايما انت هتدوس على واحد بس هتدوس على ايه اطلع القديم ليه هيكون معي رخصة يكون معك رخصة؟ اوكي طيب لو قديمك اربع كبيات مية كباية فيها الصحة وكباية فيها الزكاء وكباية فيها الفلوس وكباية فيها السلام النفسي تشرب كباية واحدة بس صحة موسيقى طيب تعرف تقولي ايه عاصمة الهند؟ لا تعرف تقولي ايه عاصبة تنزانيا؟ مش عارف الهند عارفت تنزانيا هيضلي فيها طب خلاص متزعلش متزعلش تعرف تقولي تلات حيوانات بحرف السين؟ سنجاب سنجاب ايه غير السنجاب؟ مفيش؟ بلاش؟ قولي اسم ولدين بحرف الدالي منفعش بنات؟ مفيش؟ 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 هل تعرف الأمثال الشعبية؟ الإرد في عين أم وزائل الجديد أيوة بروفو عليك لو قلت لك أي مثل تعرف تكمله لي؟ يعني لو عارفه خذ الأصيلة ونم على؟ نعم مش عارفه اللي خدته القرعة تاخده؟ أسمعته بس مش عارفه تعرف مين وزير التعليم؟ وزير التعليم؟ ما عارفش اللي باللوقتي في السعرف تطريق شبقي اللي كان فيها طيب، ما تعرفش مين وزير الرياضة؟ طبعا ولا وزير الصحة؟ ولا وزير الخارجية؟ فيها أي حاجة عايز تقولها ما قلتهاش؟ طيب، في أي سؤال كنت متوقع أن أنا سأله لك ما سألتوش؟ نعم أنا خلصت الحمد لله ترجمة نانسي قنقر